اشتركوا في القناة تخسر المزيد من المواقع وفي مؤشر آخر على أن النظام ليس مستعدا للمصالحة أقرى مجلس الشعب السوري مشروع قانون يمهد طريق أمام إعادة انتخاب الرئيس الأسد لولاية جديدة ويقصي عملي المعارضي المقيمين في المنفى من حق الترشح وفي يبرود أوردت تقارير أن معارك طاحنة دارة اليوم عند المدخل الشرقي للمدينة المدينة يبرود أي أحد أبرز معاقل المعارضة المسلحة في ريف دمشق وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش السوري يكون قد دخل المدينة بينما أشارت مصادر المعارضة نفت هذا الدخول القوات النظامية المدعومة بحزب الله المدينة يبرود ولتحدث عن آخر المسجدات الميدانية في مدينة يبرود الاستراتيجية على الحدود مع لبنان ينضم إلينا أبو صخر النشط الإعلامي والميداني أبو صخر بعد التحية النظام يقول أنه دخل واستولى على البرود بينما المعارضة تنفي والأكيد أن المعارك طاحنة وعنيفة كذلك تدور في المنطقة ما هي آخر المسجدات؟ أسعد الله مساءكم وتحية طيبة لكم ولكل العاملين في قناتكم الكريمة أخي الكريم الوضع حاليا في يبرود الوضع يتراوح بين عمليات كر وفر بالنسبة للجيش النظامي والقوات حزب الله المبنانية السوار متقدمون وثابتون في مواقعهم والحمد لله تعالى الوضع الميداني في أيديهم ثابت ولكن نرجو من جميع القادة السوريين المحيطين بمنطقة في يبرود نرجو منهم فتح جبهات خفيفة لتخفيف الضغط عننا العمل الميداني جيد وقائم ننفي نفيا قطعا عن دخول قوات حزب الله والقوات الشيعية الموالية للنظام دخول بلد الوضع وإن شاء الله تعالى نحن صامدون وبإذن الله تعالى هناك أخبار طيبة بإذن الله في اليومين القريبين نرجو من جميع القوى السورية العاملة نرجو من جميع القوى السورية العاملة في المناطق القريبة من منطقة يبرود أن تقوم بمناوشات خفيفة للنظام لكي نتمكن من دحره وأرجعه إلى مواقعه الأولية وبإذن الله عن مصر لنا بإذن الله تعالى نعم التقارير الإخبارية الواردة إلينا تقول بأن الجيش السوري المدعوم بقوات من حزب الله يعني يستخدم مختلف الأسلحة في هذه المعارك حول يبرود والمنطقة الحدودية كذلك ما هي أهم هذه الوسائل الحربية التي يستخدمها النظام وحزب الله ضد الثوار أخي الكريم النظام النظام يستخدم جميع الأسلحة المحرم دوليا يعني كان صواريخ الأسكوت المدمرة نظام البراميل الذي محرم دوليا لقاكل أهالي وتدمير المنطقة يستخدم الأسلحة بغزارة كثيرة أستحك المدفعية تنطرنا يوميا بوابل من القزائف تصيب الأهالي تقتل الأطفال والنساء خاصة خاصة يعني صواريخ الأسكوت العامية التي لم يستخدمها أي نظام في العالم يستخدمها الآن ضدنا ولكن نحن نبشر نبشر جميع القوى العاملة في الأرض وجميع السوار سورتنا الكريمة أننا بإذن الله صامدون بإذن الله صامدون نعم هل هناك حديثة هل لديكم ربما معلومات عن سقوط ضحايا في خلال هذه المعارك الضحايا تختصر على المدنيين وقليلا من المدنيين بالدرجة الأولى بين الأطفال والنساء بالنسبة للشهداء أعداد قليلة والحمد لله نقتل منهم أعداد كبيرة بإذن الله تعالى نحن المنتصرون ولكن صواريخ عمياء ولا تعرف المدني من المسلح النظام نظام مجرم مجرم نظام ليس له مثيل على مستوى العالم في إجرامه ضد المدني نعم لماذا يعني معركة يبرود والقلمون وتلك المنطقة الحدودية يعني حاسمة بنسبة لجميع أطراف المعارضة أو حتى النظام المدعوم من قوات حزب الله طبعا 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 أخي الكريم منطقة يبرود هي المتمثلة في منطقة القلمون عامة ولكن منطقة القلمون منطقة استراتيجية ومهمة جدا بالنسبة للنظام لأنها منطقة وسطه ما بين دمشق العاصمة وحمص ومنطقة مسيطرة على الأسراد وبنفس الوقت منطقة قريبة من الحدود اللبنانية ومنطقة قريبة من تجمعات حزب الله فهي منطقة منطقة نرجو من جميع السوار نرجو من جميع السوار والقادة الأكارم أن يصبوا اهتمامهم بها كما يصب النظام السوري وحشيته عليها منطقة استراتيجيا يعني استراتيجيا موقعها المميز يجب أن يكون كل توجه السورة لها نعم هناك من يقول تقاير كذلك تقول بأن منذ دخوله المعترك السوري في ربيع 2013 قوات حزب الله أو دخولها قوات حزب الله تحاول أن تقطع خطوط الإمداد بين الشمال بين هذه المنطقة الحدودية التي يقولون بأن الجيش الحر والثوار كذلك يستخدمونها كطريق لإمدادهم عدة وعتادا طبعا أخي الكريم منطقة القلمون منطقة حساسة جدا للنظام بسبب موقعها المتميز بين لبنان والمنطقة الوسطى السورية والعاصمة دمشق منطقة تسيطر على منفذ حدوري وتسيطر على طريق الاتسراد الدولي الواصل بين دمشق وحمد سقوطها بأيد النظام يعني نقصره وإن شاء الله نحن سندافع عن كل شبر منها وستبقى بأيدينا بإذن الله تعالى وتوحدنا هو أساس النصر بإذن الله وسندافع عنها لكي لا تسقط مدن أخرى بعد سقوط بلدة يبرود بلدة يبرود بلدة هامة جدا استراتيجيا نتمنى ونرجع نكرر من جميع القوى السورية ومن جميع السوار والقادة المجاهدين في الأرض فتح جبهات قريبة منها لتخفيف الضغط عنها و لتخفيف الضغط لكي لا تسقط ويد النظام نعم شكرا لك أبو صخر الناشط الإعلامي والميداني والذي كان معنا من يبرود الحدودية مع لبنان وغير بعيد كذلك عن سوريا ولبنان أنتقل إلى تركيا هذه المرة مع الدكتور محيد دين بنانا القيادة في التجمع الثوري السوري الدكتور محيد دين بعد التحية استمعت الآن إلى أبو صخر الناشط الميداني من يبرود ويقول بأن هناك معارك يعني طاحنة كذلك وعانفة وهو يطالب القوى الثورية في المنطقة بفتح جبهات جديدة لتخفيف الضغط العسكري الجوي والمدفع كذلك على ثوار في يبرود لماذا هذا يعني كل هذا التركيز على يبرود والقلمون كل الحدودية تحياتي إليكم وللسادة المشاهدين ولقناتكم الحرة التي دائما عودتنا أن تكون مع الحق ومع الثورة السورية المباركة التي اليوم يصادف الذكرى الثالثة لانطلاق هذه الثورة التي نتمنى من القلوبنا ومن الأشقائنا ومن أعبابنا أن يساعدون ويدعو لنا بالتوفيق والنجاح بالانتصار على الطاغية الذي ليس له مسير لا في التاريخ القديم ولا في التاريخ عديسي هذا من جهة من جهة أخرى فيما يتعلق بموقع القلمون فهو موقع استراتيجي يعتبر الخاسرة اليسرة في السورية والتي تعتبر مهمة جدا بالنسبة للمنطقة الحدودية مع لبنان خاصة منطقة عرسال وما حولها لذلك فإن النظام يحاول جاهدا أن يقضي على الثوار في هذه المنطقة ليفتح الثغرة إلى لبنان ويكون هو مسيطرا عليها بالكامل هذا من جانب من جانب آخر تعتبر يبرود المدينة التي تعتبر صناعية من الدرجة الأولى حيث تقيم من المدن الصناعية الهامة في سوريا ومنذ انطلافة الثورة تقريبا يبرود تحررت من نظام الاستبداد فبهذا الشكل ومن هذه المنطلقات يؤكد النظام على ضرورة أن يفتح هذه المنطقة وبالتالي يفتح الطريق من دمشق إلى حمص لأن هذه المنطقة تقع على الطريق الأوتوستراد الرئيسي بين دمشق وحمص نعم على ذكرك الثورة السورية دخولها العام الثالث أو نهاية العام الثالث دخولها العام عنها الرابع تقرير الواشنطن بوست على سبيل المثال يقول بأنه بعد مرور ثلاث أعوام على تمرد تصف الثورة بالتمرد ضد حكمه يبقى موقف الرئيس السوري بشار الأسد أقوى مما كان عليه حتى قبل بداية الأحداث في درعا قبل ثانية سنوات هل خرج خلال هذه ثانية سنوات موقف الرئيس بشار الأسد أقوى مما كان عليه هذا الكلام فيه مغالطة كبيرة جدا يعني الآن إذا تطلعنا إلى الخريطة السورية نرى أن الثوار مسيطرون على نسبة تتراوح بين الـ 50 إلى 60% من أراضي السورية بينما عندما انطلقت الثورة كانت يعني نستطيع القول أنه الآن بشار الأسد هو موجود ويحكم يا أخي الكريم الكل يعرف أن الذي يحكم في سوريا هو النظام الإيراني وحزب الله وروسيا لدرجة حتى أثناء المباهثات سواء في جنيف أو في غيرها من يقرر هو لابرو وليس 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 المعلم يعني في أكثر من مناسبة وهذه يقولون ويتشتقون بأن القرار السوري يجب أن يكون مستقل وهم يحافظون على سيادة سوريا بالعكس هم من فرطوا بسيادة سوريا من خلال إصدار القرارات الهامة والاستراتيجية بالنسبة للسورية تصدر من روسيا ومن إيران لذلك نعم إذا ما صدقنا كذلك الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون الذي يقول بأن العملية السياسية في أزمة مبعوثه الخاص كذلك المبوعة العربي للأمم الأخضر الإبراهيمي يقول يحد منهيار الدولة إذا استمر نزاع لعام آخر سياسة الطماطل والتسويف التي انتهجها النظام بشار الأسد بدعم وتحالف كذلك مع طهران وموسكو هو الذي أوصل هذه أزمة إلى ما هي عليه الآن نعم بالطبع هو يعني إذا تطلعنا إلى الدولة فنراها يعني إذا من نقول أن هناك في دولة في سوريا نكون نجانب الحقيقة الدولة الهارت منذ زمن ولا يعني إذا كان دولة ولا تستطيع أن تسيطر على أراضيها فكيف نستطيع أن نسميها دولة دولة ولا تستطيع أن تسيطر على المنافذ الحدودية لها كيف نستطيع أن نسميها دولة دولة ولا تسيطر على جيشها على جامعاتها على يعني كلمة انهيار الدولة هذا لن يستغرق سنة وإنما منذ سنتين تقريبا الدولة غير موجودة والكل يعلم أن هناك في المناطق المحررة الثوار يديرون شؤون أمورهم بكل جدية وبكل نشاط وبكل تنظيم حتى أن هناك المواقع التي تقع في أياد الثوار أصبحت نظيفة حتى بدأوا ينظفون الشوارع بدأوا ينظمون أمورهم بشكل تقريبا جيد لا نقول بشكل مثالي ولكن بشكل جيد حسب الظروف المتاحة وحتى الآن لدي أتى اليوم من حلب ثائر من الثوار وقائد عسكري يتكلم لي عن الجبهة في حلب بأنها أيضا جبهة ساخنة في أكثر من موقع وإن شاء الله سيضحرون النظام في عدد من المواقع لذلك ما يتفوه في الآخرون بأن الدولة يمكن أن تنهار الدولة منهارة الدولة غير موجودة الآن وإنما في المناطق المحررة منظمة وبشكل جيد أما عند النظام فهي غير موجودة على ذكري كان المناطق الصواريخ والمرامي والمدافع التي ترمى بها هذه المناطق المحررة إلا فسوف تكون بأحسن حال على ذكرك كذلك المناطق المحررة والتي تقع تحت سيطرة النظام هناك من يقول كذلك بأن المناطق التي لا تزال تقع تحت سيطرة النظام وهي بنسبة 40% ربما أو 30% من الإجمال الأراضي السورية هي ذات كتافة سكانية أكبر من المناطق التي تعد مناطق محررة كذلك هذا الكلام أيضا غير دقيق لأنه هناك هجرة كبيرة من هذه المناطق وهنا في مثلا في تركيا نلاحظ الأعداد الكبيرة التي تهاجر من تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام لأنهم يخشون بين عشي وضحاها أن تصبح مناطق ساخنة لذلك يهاجرون منها فإذا الكثافة السكارية يعني يوما عن يوم تقل وهذه خطة النظام بحيث أنه يعني حوالي عشر مليون مهاجر أصبح لدينا الآن فحتى تبقى الناس الموجودة هناك قلة من الناس يتبعون إليه إما خوفا أو رعبا أو جزء قليل جدا نقول أنهم منتفعين من هذا النظام نعم بشكل عام فنسبة التهجير عالية جدا وأنتم تعرفون وحيث تقارير الأمم المتحدة تعرفها فلذلك في تفريغ كامل للمدن صحيح أنه يسيطر على بعض المدن الرئيسية ولكن هذه السيطرة يعني اليوم أيضا أخبرون أنه في هجوم على من السوار على إدلب وهناك خطة أيضا إن شاء الله ليست بالبعيد بالسيطرة على مدن ولكن كذلك هناك من يقول بأنه منذ ربيع 2013 يعني منذ دخول قوات حزب الله المعترك السوري منذ دخول كذلك الإيران عدة وعتاد في المعترك السوري منذ دخول ربما الإمدادات العسكرية السورية إلى المعترك السوري كما قلت في ربيع 2013 حقق النظام عدة إنجازات على الأرض واسترجعها العديد من المدن والقرى من بينها الآن هذا في آخر حلقة من مسلسل استرجاع الأراضي ربما بالنسبة للنظام ما يجري الآن في يبرود وحصاره الشديد على مدينة يبرود والمنطقة الحدودية بشكل عام نعم هذا كلام أيضا فيه من المبالغ بعض الشيء لماذا؟ لأنه الذي حصل وهذا واقع أن ما يسمى بمنظمة داعش استطاعت أن تلهي الثوار عن المناطق الساخنة لبضع الوقت فإن شاء الله مجرد وهذا فيه تصميم على ذلك مجرد التخلص من هؤلاء الناس أي داعش سيقوى الجيش الحر وفصائله والجبهات المتعاونة معه وسيلقنون نظام الطاغية دروسا إن شاء الله قريبة وبالقريب العاجل ستفتح مناطق ومعارك إن شاء الله يعني حتى النظام لا يتوقعها أن تفتح ومع ذلك إن شاء الله ستفتح نعم في القريب العاجل وسيكون لها صدى كبير على المعارك في سوريا نعم هذا تحدثنا عن النظام في ظل الثورة في الذكرى الثالثة للثورة السورية ماذا عن المعارضة الآن ماذا حققته عمليا المعارضة هي منقسمة إذا لم تكن متصارعة ومتقاتلة فيما بينها بينما النظام لا يزال قائما ومعترف به كذلك دوليا هذا كلام سليم يعني بالطبع وضع المعارضة وضع يعني يحتاج إلى إعادة التفكير فيه بشكل صح والآن هناك فعلا يعني هاجس لدى الشرفاء بضرورة التفكير الجدي بتوحيد جهود الثوار أنا لا يعني لا أريد أن نسميها معارضة كما ذكرت لكم في حلقات سابقة المعارضة عندما تكون هناك دولة ديمقراطية ويكون هناك في حزب أكثرية وحزب معارضة هذا نعم أما نحن في ثورة ضد نظام طاغية ولذلك نحن نفضل أن نطلق على أنفسنا اسم السوار فهناك دعوة وهاجس كبير جدا لمؤتمر وطني عام وشامل يكون بنسبة لا تقل عن 70% من الداخل وتنبث قيادته من الداخل سواء كان سوار أو سياسيين أو مدنيين أو مجالس محدية كلها ستساهم إن شاء الله في هذا المؤتمر لإفراز قيادة جديدة تستطيع أن تقود الثورة ومن الداخل وبشرط أن تكون وأن تعيش بالداخل مع الآخرين أما الوضع الحالي فهو وضع فيه شيء من التشرد فيه شيء من التشتت الذي إن شاء الله ندعو الله أن لا يستمر طويل نعم ابقى معنا دكتور محيد دين بنانا نأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى النقاش فاصل قصير ثم نعود إلى مواصلة هذا الحديث عن الملف في السوري اليوم أبقى ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم ثالثا الى عين على الثورة والتي نناقش فيها اليوم اي ملف السوري استاذ دكتور محيد دين بنانا القيادي في التجمع الثوري السوري من تركيا دكتور محيد دين يعني بعد ثلاث سنوات الآن سوريا تبدو بلدا منهارا ما زقته الحرب الاهلية هناك ازمة انسانية خانقة اقتصاد منهار بينما النظام يبدو وكأنه منشغل بالانتخابات الرئاسية المقبلة واصدر قبل يومين اظن بعض المعايير الانتخابية واللجلة الانتخابات جعلت بعض المعايير تقصي كل المعارضين من الترشح في الانتخابات المقبلة هناك من رأى في هذا التوجه نحو الرئاسيات في سوريا بانه وصفة وكأنه وصفة خالصة لتمديد الحرب في سوريا بالطبع سيدي الكريم في البداية سأقف عند مصطلح الحرب الاهلية في سوريا من وجهة نظرنا لا يوجد حرب الاهلية وإنما هناك ثوار ثورة ضد نصام الطاغية هذا من جهة من جهة أخرى رأس النظام وأتباعه دائما يفكرون ويعملون بعكس التيار بعكس ما هو واقع وكأنهم يحلمون وموجودون في كوكب آخر كأنهم غير موجودين في سوريا يصدر مرسوم ويلغي مرسوم ويشكل وزارة ومجلس وإلى آخره وكأن في سوريا لا يوجد أي مشكل ولا مشاكل ولا براميل ولا صواريخ تدك البيوت ولا هناك أصبح الآن عدد الشهداء ما يقرب أو يزيد عنهم أمليون وهناك المفقودين وهناك الجرحى وإلى آخره والبيوت المهدمة أكثر من مليون ونصف مهدم بيت مهدم وكأن كل هذا غير موجود ويفكر بالترشيح لرئاسة جديدة يعني حتى لو في ذرة من الدم لا يفكر على من سيكون رئيس على من سيكون رئيس هذا الطريق على ناس على أم ثكلة على أب فقد ابنه على زوجه فقدت زوجها على طفل فقد أباه على من سيكون رئيس من سينتخذ هذا الرئيس لذلك يا أخي الكريم هو دائما هو نظامه يحلق في فضاء غير واقعي افتراضي غير موجود على الإطلاق يصدر ما يصدر والسوار غير مبترثين على الإطلاق فيما يفكر به هذا النظام وفيما يفعله سوى فقط كيف نستطيع أن نسقط هذا النظام كل التفكير الآن متوجه ويجب أن يتوحد في آلية إصطاط هذا النظام وكما ذكرت ليس لوحده وإنما هو وأتباعه وهو أعوانه من الصفويين والروس أنا في هذا المكان ومن خلال قناتكم الكريمة يعني فعلا أتوجه إلى دول الخليجية يا أخي الكريم هؤلاء الدول أعتقد أنه لا سمح الله فيما لو أن الثورة السورية تراجعت فالدور سيأتي إليهم من خلال امتداد الإيراني على المنطقة فالسعودية ستكون مستهدفة بالدرجة الأولى بعد سوريا لأنه إيران أطماعة كبيرة جدا ولن تقتصر على هذا الشريط العراق سوريا لبنان وإنما ستمتد إلى دول الخليج وتقضمها دولة بعد الأخرى لذلك نناشد من خلال قناتكم الكريمة أخوتنا في العروبة وفي الإسلام أن يعوى لهذه المعادلة التي ليست لصالح لا دول الخليج ولا دول منطقة فيما لو لا سمح الله تراجعت ابقى معنا الدكتور محيد الدين ينضم إلينا من الجزائر السيد سمير سطوف العضو المجلس الوطني السوري بعد ترحيب بك أستاذ سطوف في الذكرى الثانية أو الثالثة للثورة السورية هناك من يقول بأن النظام لا يزال قائما وأكثر قوة مما كان عليه قبل ثلاث سنوات اندلاع الاحتجاجات التي تحول فيما بعد إلى ما تحولت إليه بينما لم تحقق المعارضة بالمقابل أي شيء كيف تقيم أنت المجهود الثوري خلال هذه الثلاث سنوات بحياتي لك أولا للضيوفك الكرام وللتاد المشاهدين أخي الكريم الحقيقة الثورة السورية قامت بكل ما عليها وأعطت كل ما لديها وهي متمر في العطاء إذن على المستوى الثوري ليس هناك تقصير بل بالعكس هناك الإنجازات على المستوى المعارضة طبعا في هناك أداء لم يكن في المستوى المطلوب وهذا رجع لعاملين عامل موضوعي وأبدأ بالعامل موضوعي بمعنى القوى الدولية بشقيها سواء أعداء الشعب السوري كما هو الحال في روسيا وإيران وحزو الله ويعني النظام العراقي حكومة المالكة أو أعدقاء الشعب السوري أنا الحقيقة أتضل هذا التعبير أعدقاء الشعب السوري الذين يدعون صدقتهم للشعب السوري ولم يقدموا إلا النظر اليسير بمعنى رفع العتب لتبرير التسمية أصدقاء الشعب السوري إذن الظروف ضاعبة من كل حد وطوب على المعارضة السورية والأجندات الدولية نتيجة العجز هي تفعل فعلها الحقيقة يعني علينا أن نعترض بذلك طبعا فعلها في أداء المعارضة السورية هذا ليس من قبيل التبرير أنا لا أضرر لأحد لكن ثورة شعبنا مستمر وهو بكفاءة عالية وصلود السوري نعم للشعب السوري أستاذ سطوف نفس الكلام تقريبا عن ما تحدث عن أصدقاء الشعب السوري تحدث عنه أحمد جربا كذلك في تصريحات اليوم رئيس الإتلاف يقول بأن الأصدقاء لم يفوق بوعودهم بينما كذلك الأمس كذلك أو قبل أمس إيران يعني عقدت كذلك اجتماعا مقابلا بالنسبة لأصدقاء سوريا ولكن ربما أصدقاء النظام السوري وضم عددا من الدول من بينها الجزائر فكيف ترى أنه لماذا لا يفي أصدقاء على سبيل أصدقاء الشعب السوري لا يفون بتعهداتهم بمساعدة الثورة السورية الحقيقة يعني علينا أن نقولها أيضا بشكل واضح وكامل وجلي كيفا تقصير عربي شامل تجاه الشعب السوري وأن كان يبلغ ذروته هذا التقصير في الموقف السياسي جير المفهوم من قبل الجزائر الحكومة الجزائرية بالإضافة طبعا إلى موقف العراق ولبنان المختطط وفنزويلا وروسيا وكذلك كوبا على المتوى العربي على المتوى العربي أتكلم على المتوى العربي يعني وظلم ذوي القربة أشد مضادة على الأسف هذا واقع حال لا نفهمه لا تطيع أن نفهمه هناك شيء يعني الأصدقاء والمتوى الجزائريين ليس هناك جواب شافي كامل طبعا هم يقولون نحن لا نتدخل بشؤون الداخلية نعم لا تتدخلون بشؤون الداخلية مسألة مصرومة ومصنوبة ولكن هل ثورة الشعب السوري هي شأن سوري داخلي يطمع هذا الشعب يقتل هل نستطيع أن نقول أن هذا شأن يعني داخلي العدد كبير يعني أتمنى أن لا تغرس خنجرك المملح في جرحنا لا نستطيع القول أكثر من هكذا شكرا لك أستاذ سامير سطوف العضو المجلس الوطني السوري متحدثا معنا من الجزائر شكرا لك أعود إليك أستاذ دكتور محي الدين استمعت الآن إلى الأستاذ سطوف وهو يقول بأن دول قربة تخلوا عن الشعب السوري أصدقاء سوريا تخلوا عنه سيما من العرب ويتحججون بأن ما يحدث الآن شأن داخلي هناك الآلاف توفت الملايين هجرت من ديارها إلى بلدان أخرى هناك من الأطفال تقرير للتيلغراف على سبيل المثال اليوم يقول بأن القناصة يستهدفون الأطفال لإصابتهم بالشلل هم يقصفون أو يستهدفون العمود الفقري في الطفل كذلك التقارير الدولية تقول بأن أكثرية من يدفع الثمن الآن في سراع السوري الأطفال فيه من بعض الجوار من يلجأ إليهم السوريون من يرفض حتى منح شهادة ميلاد للطفل السوري الذي ولد في الملجأ قراءتك ربما أو رأيك من الموقف العربي حيال بين قوسين الشأن الداخلي في سوريا بالطبع يعني الموقف العربي على غير عادته على الإطلاق العرب كما نعلم وكما قرأنا ودرسنا والمثل العربي يقول أنا وأخي على ابن عمي وأنا وأبن عمي على الغريب وللأسف الشديد أقولها وللتاريخ والكل يعرف أن أول من خرق هذا القانون الذي كان واقعا ومطبقا حتى الحرب العراقية الإيرانية عندما إيران اعتدت على العراق حافظ أسد وقف مع إيران الوحيد من الدول العربية الذين وقفوا مع إيران ضد أخيه العربي فهذه القاعدة كسرت منذ ذلك التاريخ وبدأت تستشري يوما بعد يوم حتى وقتنا الحاضر فالأخوة العربية أصبحت ضعيفة جدا وحتى أيضا أبعد من ذلك الأخوة الإسلامية أصبحت ضعيفة سابقا عندما كنا نحن وكان الحديث من الجزائر عندما كنا صغارا عندما كان الاحتلال الفرنسي للجزائر كنا نطلع مظاهرات في سوريا لتأييد أخوتنا في الجزائر وقد أيدنا حتى بزهاب البعض للتطوع بالثورة الجزائرية الآن لا نجد هذا الشعور الموجود ليس لدى الحكام فقط للأسف الشديد وإنما حتى لدى الجماهير العادية لذلك نحن منذ البداية الثورة السورية عرفت طريقة وقالت يا الله ما لنا غيرك والثورة السورية كما ذكرنا وكما قلنا دائما أنها ثورة يتيمة وتعتمد على الذات وعلى الله وبالطبع على الله وعلى الذات وبالطبع الله لن يخذلنا وسننتصر بالقريب العاجل وأنا كما ذكرت في حلقة قد ماضية أنني متفائل في عام 2014 لصالح انتصار الثورة السورية وهناك الكثير من المعطيات التي أجدها أمامي تؤيد هذا التفاؤل إن شاء الله نعم على ذكرك الجزائريين الجزائريون ممنوعون حتى من التظاهر على ندرة الحليب في الأسواق أستسمعك في العودة إلى ربما هذا التركيز الأممي أو مجتمع الدول كذا المجتمع الدولي بشكل عام الممتحدة والأخضر الإبراهيمي يقول يعني انتقادها ربما ترشح أو نية الرئيس بشار الأسد في ترشح الانتخابات القادمة هل هناك يعني هل يراهن المجتمع الدولي على عدم ربما ترشح الرئيس بشار الأسد في الانتخابات المقبلة لحل حانت ربما مسلسل السياسي أو المصار السياسي لحل الأزمة في سوريا يعني هم عبروا الأمريكان اليوم بكلمة أنهم مشمأزون من تنظيم الانتخابات في سوريا وأنا كتبت تعليق على ذلك افرحوا يا سوريون الأمريكان ما أزوا من تنظيم الانتخابات في سوريا كلها عبارة عن انتقادات لم تشهد أمريكا قيادة متخادلة كما هي الآن كما نراها في أغلبية المشاكل في العالم وخير المثال على ذلك حتى يعني في أوكرانيا ما نراه في أوكرانيا الآن من تخاذل للقيادة الأمريكية وأوروبا لا حول لها ولا قوة تمشي في ركب السياسي الأمريكية فإذا كان في أوكرانيا لم يعملوا شيء فما بالك بالنسبة للسورية لذلك كما ذكرت الثورة السورية لا تعول على هؤلاء وإنما فقط يجب أن نفكر كسياسيين كيف نستطيع أن نستفيد من هؤلاء المكونين أو مكونات المجتمع الدولي كيف نستطيع أن نستفيد منهم ولو القدر اليسير أما نقولها وبصراحة وشعبنا الكريم يعرفها وبصراحة أننا لن نعتمد على أحد سوى على الله وعلى أنفسنا حتى نستطيع أن نحقق النصر أشكرك نعم أشكرك الوقت لم يعد يكفي للحديث على ذكرك الأوكرانيين عندما طالب الأوكرانيون من أمريكا مساعدتهم بعثت واشنطن بسانداوي تشاد شكرا لك دكتور محيد دين بنانا الذي كان يتحدث القيادي في التجمع الثوري السوري الذي كان يتحدث معنا عبر خدمة سكايب من تركيا نهاية عين على الثورة لهذا اليوم إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر